إزاي أهيأ قلبي أولا وأولادي وبيتي ليوم عرفة بص يا جماعة إحنا يعني طبعتنا كبشر لازم أقول إيه اللي عيد علي من الفضائل من الحسنات من الطاعات لما أعمل الحاجة دي فلما إحنا نذكر بعدنا طبعا أنتم ما شاء الله أسدزة كلكم ويعني كلكم ما شاء الله علماء يعني فإحنا بس نذكر بعض فإن الذكرى تنفع المؤمنين لما بنقول أن يوم عرفة هو يوم الفطرة يوم اللي فعلا قلبي بتولد فيه من جديد اليوم اللي العرفة ده هو اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذ فيه المساق على زريد بني آدم كلها حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ المساق من ظهر آدم عليه السلام فأخرج من صلبه كل ذرية زراءها فنصرها بين يديه سبحانه ثم كلمهم قبلا سبحانه ربنا بيكلم العباد الآية بقى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهوره بذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شاهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين يعني إيه الكلام ده يعني أنت هتيجوا يوم القيامة وانتوا فاكرين في حاجات كتيرة لما يجي عقلك يستوعب أما ستقول إيه أنا فاكرة أنا شفت الحاجة دي قبل كده أنا فاكرة أنا عشت الموقف ده قبل كده الموقف بتاع يوم القيامة ده إحنا حننسى دليل إن ربنا أشهدنا ألستوا بربكم قالوا بلى وبطلع ناس كفرة وطلع ناس مش مؤمنة وطلع ناس عصية وطلع ناس ممكن تتوب وممكن تعود يوم عرفة أحد الأشهر الحرم طبعا لقول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرة طيب كمان يوم عرفة من الأيام المعلومات اللي قال عليهم ابن عباس اللي هي الأيام ذو الحجة الأولانية العشرة فيوم عرفة من أيام ذو الحجة كل دي فضاء اللي يوم عرفة ده إحنا هنقول حاجات كميلة جدا في يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحج الحجة أشهر المعلومات ومن المعلومات اللي هم فيها اللي هو يوم عرفة طيب إيه كمان من فضاء اليوم عرفة من يوم عرفة عايز أقول فيه بس يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة بس هو الموضوع كده أنه هو أنا حصومي ومعرفة عشان يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة طب اسمعي معايا الراجل اللي جيه لسيدنا عمر يهودي وقال له يا عمر والله إن عندكم آية لو كانت نزلت عندنا إحنا معشر اليهود لاتخذناها عيدا اتخذناها عيدا اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا لما نقول أنا محتاجة أعرف فضل يوم عرفة ليه أعرف فضل يوم عرفة علشان أعمل يبقى من أول اليوم ده من أوله لحد آخره في مزان حسناتي أنا بس لا في مزان حسناتي وحسنات أولادي وحال قلبي زي ما بقول بيت ولد من جديد مش عايزين شحناء في يوم عرفة مش عايزين شغل بيت في يوم عرفة أعملوا اليوم ده يعني إيه سترايك النهاردة إضراب مفيش أي يوم عايزة تخلاصي النهاردة يوم التروية والمفروض كان من قبلية الحاجات البسيطة والله ما فيش منع ان انت تعمل إن شاء الله بيتك نضيف على طول يعني فما تضيعيش ثانية ولا ساعة ليه لأن أفضل الدعاء دعاء عرفة كان الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم كانوا بقولوا كنا بنؤجل الدعاء وكل دعاء السنة كله ونحضر اليوم عرفة ليه لأن استجابة الدعاء في يوم عرفة بيبقى معهم بقى انت ايه تعملي أجندات كده صفح كده واعد واجبي أولادي ودي أول حاجة في التربية النهاردة إزاي أعد أولادي ليوم عرفة أولهم كل واحد عايز من ربنا ايه واسمع منهم أنا عايز حزاء حلو برضو جميل طيب عايز حاجة من حاجة الدنيا ايه كمان وعايز أنجح واطلع له وعايز مش عارفة بقاشط وعايز أفهم الحاجة الفلانية وعايز أخش الجنة أجيب متطلبات دين في الدنيا دنيوية وكمان متطلبات في الآخرة وابتدي أعمل ايه وابتدي أشوف الأمرين هو فعلا ابني فاهم يعني ايه هو عايز حاجة والله عز وجل يستجيب له المعنى ده واصل لأولادي ولا لا طب نتكلم في الكلام ده في سن كامل نتكلم في الكلام ده من سن 4 سنين ونتطرع سن 3 سنين بيتكلم وممكن يعرف يدعي ويقول ولكن يعني ايه هو بيحاكي أو بيقلد الدعوات اللي احنا بنقولها لا داير ان انا علمه دعوتين 3 هيقعد يقول وانا هقسملك الايام من ضمن الحاجات الجميلة برضو في يوم عرفة انا بس كدبلكم شوية حاجات جميلة جدا وتحفة اكمل اكمل الله فيه الملة اللي هو الحديث اللي احنا قلناه قلنا صيام يوم عرفة اللي هو يعني الفضل رقم 7 جاء في صيام على انه صيام احد الايام التسعة حديث النبي للناس اللي كان بتسألنا هو رسالة السلام كان بيصوم التسعة ولا ادي من السنة ادي تخريج الحديثة هوت فعن هنيدة بن خالد رضي الله عنها عن امرأته عن بعد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة زلحجة ويوم عاش راء وثلاثة ايام من كل شهر اول اتنين من الشهر وخميسين صححه الالباني فيه كتابه صحيح ابي داود الناس اللي كانت بتسألنا هو رسول على السلام فعلا كان بيصوم التسعة الناس اللي مش بتحج يعني وده دليل من ضمن الحاجات برضو ان يوم عرفة يوم العيد يوم العيد ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ده الفضل رقم 8 بيقول يوم عرفة يوم النحر يوم عرفة ويوم النحر وايام من عيدنا احنا اهل الاسلام يبقى انا عندي ايه العيد بس مش اللي هو اول يوم العيد اللي هو اعظم الايام يوم النحر وثم يوم القر لا ده كمان التلات ايام التشريق وكمان يوم عرفة ويوم النحر هم دول عيدنا في الاسلام كمان عظيم الدعاء يا جماعة يعني ما بقول دعاء يوم عرفة اعظم الدعاء خير الدعاء دعاء عرفة حديث صححه الالباني في كتابه من ضمن الحاجات برضو الجميلة يوم عرفة ازاي ان انا انظم يومي انظم يومي في يوم عرفة احنا هنقول شوية حاجات جميلة جدا عندي حديث كسرة العطق من النار في يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام يوم اكثر من ان يعتق الله فيها عبدا من النار اكتر من يوم عرفة حديث صحيح لمسلم الله عز وجل يوم عرفة بيباهي اهل السماء بيباهي احنا اهل عرفة اهل السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يباهي باهل عرفات اهل السماء حديث طبعا رواق أحمد وصححه الألبان الحاجة الجميلة التكبير العلماء يا جماعة في النقطة دي أنا أقولها لكم كده يعني إيه العلماء قيادوا التكبير فيه تكبير مقيد وفيه تكبير مطلق المطلق اللي هو احنا قلنا عليه من أول الأيام العشر كلها من أول يوم في أيام زن حجة الحد آخر يوم من أيام العيد ولكن التكبير المقيد يوم عرف عقب الصلوات المفروضة بيبدأ فجر يوم عرفة دوت الرواية لابن حجر رحمه الله ولم يزبط صح ما ورد عن الصحابة قول علي وابن مسعود رضي الله عنهم أنه من صبح يوم عرفة من صبح يوم عرفة الفجر لحد بعد كل صلاة بعمل إيه بعمل التكبير شكل التكبير الله هو أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد طبعا ركن الحج العظيم طبعا في يوم عرفة والرصال السلام قال الحج عرفة حاجات كتيرة جدا 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 ما من أيام أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار هو يوم عرفة بصوا بقى يوم عرفة الشيطان بيشرائب برأسه بتشرائب برأسه كده يوم عرفة ومن كتره يقولك لابنرى الشيطان أكثر تحقيرا ولا هما ولا دحرا من يوم عرفة ليه لأنه سبحانك يا رب لأنه من كتر ما شايف الرحمات بيعمل ليه بيتشرائب برأسه نعتقد أن الله سبحانه وتعالى ممكن يغفر له ويعتقه مع الناس اللي باته شفت الرحمة بتبقى إزاي من جمال يوم عرفة كمان أقسم الله عز وجل به طبعا لما الله سبحانه وتعالى العظيم يقسم يبقى لا يقسم إلا بعظيم قال إيه والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود عايزة قفنا بقى ونشرح الجمال دو والسماء ذات البروج آه السماء العلية اللي فيها نور طيب واليوم الموعود يوم القيامة وشاهد يوم الجمع ومشهود هو يوم عرفة إيه الحاجات دي إعلى قطع الله عز وجل بيقسم الله والله 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 أربعة قلت لأصحاب الأخدود طب إيه علاقة والسماء ذات البروج دي باللي بعديها خلي بالك لو أنت عايز تبقى في مكانة عالية وفي مكانة فوق زي مكانات السماء منورة وعالية وبرجها عالي وتعمل إيه بقى يبقى عليك بيوم الجمعة وتبقى معروف يوم القيام عليك بيوم الجمعة وعليك بيوم عرفة الحاجات دي معاني جيميلة جدا 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 أن أنا عرفها مش بس يا جماعة ودايما بركز مش بس نحفظ القرآن لا أنت تحفظ وتفهم معاني القرآن من فينا كان عارف ربط معاني الآيات دي قبل كده طب يعني قول الحمد لله إحنا عرفناها النهار ده يبقى لو أنت عايز مكانة عالية في السماء ومكانة عالية يوم القيامة تبقى منير زي السموات كده وبرجها عالي يبقى عليك بيوم الجمعة ويوم عرفة حديث أبو هرية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد هو يوم الجمعة طبعا ده حديث صحيح لما أنا أجي أقول في اليوم ده الناس بتبيع نفسها وبتعتق نفسها عندنا من الصحابة سيدنا أبو هريرة كان بيعمل 12 ألف تسبيحة في اليوم يقول دي دية نفسي أنا اشتريت نفس من الله وكان في بعض التابعين والصحابة كان يوزنوا نفسهم يا جماعة كده يشوف وزنوا ايه أنا 100 كيلو مثلا وزن 100 كيلو يوم جاي مطلع دهب أو فضة أو مال بما يعادل وزنه يقول أعطق نفسي من النار سبحان الله يعني إحنا لما بنجي نتكلم فيه معرفة بنقول الناس بتعمل ايه بتحرم أنا عايز بقى إحرام القلب إحرام القلب إن أنا صايم مش بس صايم إن أنا ممتنع في اليوم دوت 12 ساعة بتعادل ألف يوم 12 ساعة صيام بتعادل ولده ليك من جديد 12 ساعة ترجع كام ولدك أمك مثل الحجيك لما سيدنا عمر قال للرسول صلى الله عليه وسلم زاد خير الله وطاب يا رسول الله المغفرة دي لا لن احنا بس لن احنا بس وحنا عافين في عرفة قال لا لكم ولمن أتى لبعدكم إلى يوم القيام الله عز وجل بيغفر ويعتك إحنا عارفين إن الله سبحانه وتعالى يتنزل في سماء الدنيا كل ليلة في السماء الأولى هل من تائب هل من مستخفر هل من داعي أجيب له واستجيب له في يوم عرفة الله عز وجل بيفضل في سماء الدنيا حتى بعد الفجر حتى أزان الفجر الله عز وجل يفضل ينادي على الناس أصحاب قيام الليل في يوم عرفة الله عز وجل بيظل في سماء الدنيا ينظر إلى العباد انت بقى عايز حال قلبك إيه خلينا بقى في الكلام العملي احنا عرفنا إن فيه ناس بتعتق غابتها وفيه ناس بتطلع صدقة 12 ألف صدقة بعدد وزنها وسيدنا أبو هريرة كان بيعمل كده وحال الصحابة في اليوم دوت حتى اللي مش بيحج احنا قاعدين هو نضع الله سبحانه وتعالى احنا وإياكم مستنى الجان كون كلنا على العرفات قولوا أمين فما بنقول إن الحاج عرفة معناه إن اليوم ده يوم جميل جدا طب هم أحرموا وقفوا بعرفة قال ليه عرفة فيه يعني رواية بتقول إن ده المكان اللي سيدنا آدم قابل فيه السيدة حواء ستنا حواء وهما تقبلوا يعني هو نزل هو نزل في الهند وهي نزل قرب فلسطين وتقبلوا فيه عرفات وفيه مقولة تانية سمي يا عرفة ده كلام العلماء سمي يا عرفة لاعترافي بالزنب يبقى أنا عايزاكي يوم عرفة أنت وأولادك آه بنعايد بصوا إحنا بنعايد نعايد نعايد يوم عرفة ربنا سبحانه وتعالى هنقعد نقول له والله يا رب إحنا جيين لك والله يا رب قلبي لك والله يا رب حالي لك والله يا رب إحنا نريد طريقك ونريد الحق ونريد الجنة ونريد الفردوس ونريد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل وعيالك وأهل بيتك يروا منك هذا الحال عشان هم يحاكوك ويقلدوك طبعا الأب موجود خير وبركة يعني كلكم تعودوا طعايته خير جميل اليوم ده وبعدين نفرح تاني يوم الفرحة تاني يوم بما غفر الله له كانوا على عرفة وبعدين راحوا فين راحوا المزدلف المزدلف عن القرب يبقى أنت ما زلت عهد قريب من الله وقلبك قريب يزدلف تزدلف قرب إلى الله ثم مينة مينة دية يا جماعة المونة كله المونة كله كل ما تتمناه ما عهدنا ده كلام الصحابة والتابعين ما عهدنا في دعاء يوم عرفة ما دعا به أحد إلا واستجاب الله لعشان كده بقولك الصحابة كانوا بيخلوا كل الأدعية ولا تستعظمي فإنك تسألين عظيمة يعني لا تستعظموا المسألة ماقولش إيه وربنا هيستجيب لي ده لا طبعا هيستجيب طيب إيه الحال يعني إيه أعمل إيه يعني عشان أستفيد بكل الخير اللي احنا عملين نقوله ده ومغفرة وعطق من النار هل تظن في الله إن الله عز وجل لما يعتق راقبة يأسرها تاني أبدا هو الملك الملك إذا كان ملوك الدنيا لا ترجع في كلامها يبقى الله سبحانه وتعالى خير شاهد فأنا بنقول إن العفق من النار مغفرة للزنوب ولدها من جديد مجرد إحرام القلب يعني إيه إحرام القلب يا جماعة محتاج مني تضحية يعني إيه أضحي بإيه هتضحي بدنيا هتضحي بوقت هتضحي بنوع من أنواع الشهوات وكل واحد عارف شبهته فين وشهوته فين لازم أضحي في اليوم ده يوم النحر بضحي كذو وإنت كمان ضحي شوف إيه الحاجة اللي أسراك الشيطان ربطك ومسلسل عليك بإيه الحاجة اللي جاسي على قلب المؤمن والشيطان حطت فيها مخرم قلبه كده وحطت خراطيم وقاعد ما إيه مستقان ياس هو هو كده مسيطر على قلب العبد إيه إيه الأسر اللي أسرك بالشيطان أتبحه يوم النحر ده أتبحه ومش هعرف أتبح إيه لا إذا وقفت في ماشي أتعرفه لو تعالوا نفتكر شكل الكون يوم عرفه بيبقى عامل إزاي بيبقى الدنيا متغيرة كلنا متفقين عليك الناس اللي بتتفكر في الكون بتبقى عارفة الناس ما متغيرة وشكل الكون متغير من بعد صلاة العصر الدنيا بتبقى عظيمة جدا على فكرة من بعد صلاة العصر بتبقى تلاقي حتى حجاج وقت العصر بيبقوا وقفين على جبل عرفة يا جماعة يعني بيلهسوا خلاص بيلهسوا وكان سفياني الثوري لما شافوه جاسي على رجبتي يوم عرفة وجاله مالك اللي بيقوله مين أسوأ الناس حالا قال له اللي بيظن إن الله سبحانه وتعالى لن يغفر له اليوم يعني مجرد إن أنا أظن إن ربنا مش يغفر إن ربنا مش يتوب علي إن ربنا مش يستجيب لي سوء أدب مع الله سوء ظن في الله فأنا محتاجة إيه أنا محتاجة إن أنا أركز في اليوم ده أعمل إيه بس وده المهم أعمل إيه أعمل من دلوقت النهاردة يوم التروية هو الحمد لله إن احنا قابلناك يوم التروية يعني إيه كانوا بيرول الإبل وكانوا بيشربوها طيب يوم التروية أعمل إيه روي عن قلبك أروي عن قلب إزاي أفضل أقول لأولادي الأحديث اللي أنا قلتها لكم كلها دي كل الأحديث أنا قلتها هاتيها وعيني الحلقة تانية ويكتبيها وعملي لوح لأولادك يوم عرفها تكفير سنتين صيام يوم عرفها يستجاب الدعاء يوم عرف الله عز وجل يعتك كتب عنديكيش ما بتعرفيش تكتب عميل أي ما فيش كمبيوتر وورقة اجترسمينتي بإيدك كده وفضلي وعلاقي وقعودي مع الأولاد بكرة يوم العيد العيد لسه فاضل اليوم لا ده بكرة يوم المغفرة بكرة يوم العيد كوافهمهم كده بكرة الله سبحانه وتعالى هيغفر لنا ويعتقنا ويبقى ولا أي حاجة مكتوبة في مزان سيئاتي كله في مزان الحسنات أرجوكم 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 لكل زوج ولكل زوجة في قلبي بيوت كل أب وكل أم من فضلكم بلاش خناقات يوم عرفة خلوا الدنيا متسمحة كده ونهد الدنيا مش معركة هي ولا حرب بكل واحد عايز يثبت معرفش إيه لا يعني خلوا خلوا اليوم دوت يوم جميل عشان حتى يبقى بصمة حلوة في قلب أولادي وفي قلب عيالي شايفين اليوم ده يوم طاعة واللي يكلمك سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي بتكمليش عشان ما يزعلوش الآية سلام سلاما سلاما اللي يكلم صلى على الرسول صلى على الرسول يلا نكبر يلا كذا ما تسمحيش لأي حاجة من الحاجات اللي هي مستفزة يجي مسير فتستجيبي فتوبقى طبعا عركة في خناق بص يوم عرفة مش عايزين اليوم ده نصيحة مني أرجوكم خلي اليوم ده يعد على خير عشان نكسب بعمل لوح مع أولادي وبحط وبقول وبتدي أتكلم بقى وقول بكرة يوم العيد هنبتدي من إمتى والفجر وليالي عشر اسمعنا الفجر وبعدين ليالي نعاش ليه أقسم بالليالي آقص الولادة بتاعت الفجر بتيجي من أشد اللحظات ظلمة اللي هي في الليل وبعدين يتولد الفجر هكذا حل قلوبنا ان شاء الله يبقى أنا صاحي من قبل الفجر قبلها بساعتين بعمل إيه بهيئ نفسك بصلي رقعتين قول له يا رب أنا عارف أنت في سماء الدنيا يا رب اغفر لي يا رب طب علي يا رب يوم عارفة كذا ومساكين عارفين يعني ايه يوم عارفة يتحط في مزان حسناتنا يعني خلاص ما فيسا ايه كأنك بدي من جديد مع ربنا يبقى ما تقوليش بقى كفة السيئات هتحطب يوم القيامة ما تجوش بقى تقولي لا السيئاتنا أكتر لا ان شاء الله ان شاء الله بكرة هيبقى يوم فارق ببتدي قبل الفجر بساعتين ساعة مع الله سبحانه وتعالى وقيام ورقعتين وبهيئ نفسي واولادي ان شاء الله حتى رقعتين خفاف واسكر ربنا واستغفار والمستغفرين بالأسحار وابتدي نحضر السحور ويلا في السحور حاجة بسيطة يعني ملاشي يعني ايه بس اختاري الحاجات مثلا شوفان والحاجات اللي متخليش الاولاد يشعروا بالجوع وبعدين قولين بصوا هم 12 ساعة يعني عندنا بيبقى اكتر من 12 ساعة تقريبا ما رشي 15 12 ساعة بس ولكن فيها الف يوم فيها حياتك كلها فيها نجاتك كلها كل ده تحفيز انا عمال اقوله خدي من كلام اللي يعجبك وابتدي ايه طبق ايه خلاص خلاص تصلنا الفجر جماعة اوعي ديع حج وعمرة تم عندي بصلاة الفجر حجة جميلة جدا جدا من خرج من بيته متوضئا لصلاة مكتوبة فهو كأجر حجة مع رسول السلام يبقى انا بحفز اولادي ينزلوا يصلوا الفجر تحت في المسجد يبقى انا ساعتين وبعدين الفجر وبعدين ينزلوا هاي ايه هينزلوا يصلوا الفجر وبعد صلاة الفجر نقول احنا هنقعد الوقت بتاع الضحة الوقت بتاع الضحة حجة وعمرة تامة 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 تلت مرات قال تامة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا ممحي نفسي من السواب ده طب بقيت اليوم نعمل في ايه تعالوا مع بعض نعرف بقيت اليوم نعمل في ايه وايه الحاجات الجميلة اللي اعملها مع اولادي ومع بيتي بحيث فعلا من اول من قبل الفجر والله ما يقزن لحد مغرب يوم عرفة انا خلاص يا رب سلمتلك كل اموري اجعل ليه قلبا جديدا اللهم امين اكمل وشكل يوم يوم عرفة يبقى ازاي وازاي قضيه مع الاولاد بحيث يبقى كله في مزان حسناتي بص يا جماعة مين اللي هيفوز بيوم عرفة اللي هيفوز بيوم عرفة اول حاجة صاحب القلب المنكسر لله سبحانه وتعالى يعني حديث النبي كان في اخر حديث النبي بقول من يعفر وجهه تعفيرا عارفين يعني ايه لما الرواية بتاعت سيدنا موسى لما قال الله لسيدنا موسى اتعلم يا موسى لما جعلتك كليمي قال لما قال لما رأيت لك من تواضعك لشد التواضع لله سبحانه وتعالى معنى اننا انكسر لله قلنا باب الزل والانكسار لله باب على ناس قليلة جدا مش اي حد هتلاقيه رايح او واقف عند الباب ده ناس قليلة جدا على الباب ده خلينا نخش منه ننكسر لله ونعفر الله يعني وكيع ابن جراح كان من ضمن الحاجات واحد جه تطاول عليه فقال له طيب استأذن مش منك وراح استأذن وسجد لله وعفر وجهه في الطراب وطلع له قول اللي انت عايزه بقى علشان ما تجرقت علي الا بزنوب الحل ان حال قلبي منكسر لله وحال وجهه ساجد تعفير وجهه يعني ساجد لله السجود في اليوم ده احنا عايزين معنا الزل والعبودية والتوحيد لله سبحانه وتعالى ثلاث حاجات تتحقق في السجود قلبي ساجد لله منكسر لربنا سبحانه وتعالى وحال قلبي اخر مرة يا رب توب علي يا رب انا مسكين والله يا رب والله مالهي غير والله ولا في الدنيا والله لن يقدل يا رب يقول لا إلا أنت يا رب. يا رب آخر مرة مش أعمل كده تاني. توب علي التوبة الصادقة النصوح. كل دوة دعاء وابتهلات. وانكسار لله سبحانه وتعالى. يا رب أنت حلمت علي أزنبت. وانت سطرتني أزنبت. وانت كنت حليم علي وأمهلتني. أزنبت ودتني فرصة. أن أنا أجي لك النهاردة واتوب إليك. حال الرقم اتنين. اللي بيفوز بيوم عرفة. اللي بيبقى عارف. أنه بس مش بيع نفسه ربنا النهاردة. ولا بس بيتوب. ولا منكسر. ولا كده. لا. اللي هو بيبقى فعلا عن دنية. شكرا يا رب. عن دنية. إن شاء الله أنا اليوم ده مش هيدوع مني. شكرا يا رب. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى بلغك هذا اليوم. وحق شكر. يا رب ما بقولش شكرا باللسان. ياريت على اللسان كده الدنيا خلصت. لا. عمل الجوارح. وعملوا آلة داودة شكرا. يبقى الشكر. حق شكر النعمة إن أنا أعمل. وعمل اليوم ده بسيط. قلنا 12 ساعة. 12 ساعة كتير عن ربنا. 12 ساعة كتير على نفسك إنك تبعدها عن النار. وتاخد داوما تزحزح بس كده عن النار. مش كتير والله يا رب. يبقى أنا بعمل مع أولادي. نوع من التهيئة القلبية. استوعبوها بتوع خمس سنين أهلا وسهلا. ما استوعبوش خليك كبار. وهو ذات نفسه. يبقى شايف فيه حاجة غريبة في البيت. فيه عبادة مستقلة النهاردة. فيه حاجة يعني جميلة. طيب أنا خلاص صليت الضحى ورقعتي الضحى. خلاص صدقة الجسد 365 صدقة دي. خلاص الحمد لله طلعت لله سبحانه وتعالى. أبتدي أسم ساعات. ما يجي الساعة. وده الجمال بقى الهدية بتاعت النهاردة. اوعي تأتي ساعة من يوم عرفة. وانت نايمة. ما تناميش. قال لي اليوم دوت. يعني ايه نامي كده قبليها. يعني النهاردة نامي كويس. بحيث أن أنا أصحى كل أيام عرفة. كل ساعة تمر لي فيها ذكر ولي فيها حال. بقولك 12 ألف تسبيحة كان بيجيبها سيدنا أبو هريرة. ده بقى عن 12 ساعة يعني جميلة. واجيب في كل ساعة ألف. ولا نحدد يعني مش حينما تزال صوفية. ولكن لا نحدد بعدد ولا كذا. والله ممكن سجدة تكفي اليوم كله. تعود سجدها أو آية تردديها. نفسنا في اليوم ده زي ما افتكر سيدنا عمر. وقلتلكه في أول الحلقة. يوم عرفة أنا عايزك تعرفي أسباب نزول آية. صورة معينة صغيرة. أعرف سبب نزولها. تسوير الصورة. يعني إيه تسوير الصورة؟ أعرف الأفعال اللي في الصورة إيه؟ يا أيها الذين افعلوا كذا. أين فعل الله في هذا؟ أين إرادة الله في هذا؟ سببها كان مثلا عند أيام النبي كذا كذا. طب ممكن يكون في أيامنا دي إيه؟ كلام ده ليك خطأ. الكلام ده ليك والأولادك. يبقى هم عارفين. فاكرين عارف سنة 2018. عارف أيام 2018. أم شرحت لنا صورة البروج. أم شرحت لنا صورة الأحل والصمد مثلا. أم وهكذا. يبقى أنا بعمل بصمات في قلب اليوم. أنا لا يعنين الكراءة ولا الورد ولا الحفظ. بدون فهم. بدون فهم. الحفظ والصلاة والكلام ده لو ما بنش من الجوارح. خلاص يلقع تحت طائلة الشيخ حزم أبو سمعين. بقول فيه فئة من الملتزمين. لو طولت أن أنا جلدهم في ميدان عاملة جلتهم. بيقول اللي بيفتنوا الناس عندنهم. بيعملوا إنه كأن الدين حاجة صعبة وبالقسوة وبالضرب وبالشدة. يكره الأولاد. تكره السلوة وتكره القرآن وتكره القيام. يوم عرفوا أنتوا خنقتونة. لكن أعملها بحب. ويبقى يوم محضرة البلالين بتاعت العيد. الرسول السلام قال عليهم عرفة ده يوم عيد. يبقى أنا وظفتي كأم إن أنا وصل معنا العيد في العبادة. وتاني يوم العيد في الدبح بقى والأكل والشرب وذكر الله تعالى. يبقى بس مش هو ده العيد اللبس الجديد ومش عارفه وإيه والكلام. لا ده العبادة عيد. العبادة عشان تبتولد من جديد. المعنى ده لو أنا كأم نجحت إن أنا أوصله لعيالي. أنا كده راضي تمام الرضا. قول شكرا يا رب جزاك الله لك الحمد يا رب. إنك أنت يعني عرفتيني. وإن أنت ألهمتيني إن أنا أوصل المعنى ده الأولادي. يبقى أنا بسجد وبقول لهم خلوا السجود طويل شوية. ادعوا في السجود. خلوا لكل رقعة دعاء معين في السجود. الركعات دي دعاء الدنيا. الركعات التانية حل قلبك. الركعات التالتة الحاجات اللي أنا أتمنها من الله سبحانه وتعالى. يبقى بصلي الصلاة على وقتها. زي ما احنا قلنا محضرين الله هو أكبر. حقيقة الصلاة أنا ما راح أصلي. الصلاة على وقتها ما أخرهاش خالص اليوم دوت. أسعى للسنن النوافل. اتنشر نفسها حاجة بسيطة. والله بيتهم في الجنة يعني. ما ضيعش السنن النوافل. وابتدي في كل ساعة. ليه ذكر. ليه نوع من أنواع العبادات. أو السنن بعملها جميل جدا جدا. إن أنا أعمل بكل أنواع التعاط. بأدخله في السلم كافة كل أنواع التعاط. بعمل السلط رحم. قالوا السلام عليكم. لسلام طيبين. يلا يا بنتي قول. يلا لعمتك. من كتر الحاجات الجميلة اللي نحن ممكن أن نحن نحبب فيها أولادنا. موضوع إيه يا جماعة؟ موضوع طهرت القلب. أنا أنت تختسل. هو إحنا مستحم حمية العيد. بأكل إنا هنستحم حمية العيد. بس خلي بالك. أعملها غسل. غسل وطهرني يا رب. أنا بطهر نفسي من برأ. وأنت يا رب طهر قلبي. وأعلم أولادي كده. كل غسل بتختسله. تدعو ربنا سبحانه وتعالى. إن ربنا يطهر قلبك. كما أنت بتطهر بدنك لله سبحانه وتعالى. حاجات جميلة جدا جدا وبسيطة. من بعد العصر أنا قادة. لا يمكن بصي تسمحي لحد يفسد عليك وقت من العصر للمغ. وأولاد كل واحد في صومعته أو تتجمعه حوالين بعض. وروحي في المسلة بأولادي. يا رب أنا جايلك بالضعاف. يا رب أنا جايلك بأولادي. يا رب بالصغار. يا رب كل واحد يدعي دعوة. وأنت محضرة طبعا الليستة. شوف أنا عمالة أعمل. يعني لو في حاجات أطول من كده أقول. الليستات اللي أنت عايزها والدعوات اللي أنت عايزها من ربنا سبحانه وتعالى. ما ننساش أبدا إخوانا ولا حال الأمة. ولا المصابين ولا المعتقلين. ما ننساش أي حد. وندعي للأمة بأمر رشد يعز فيه أهل الطاعة. ويزل فيه أهل الكفر. اللهم أمين. من الحاجات الجميلة. اللي قبل. الصلاة قبل ما يأزن صلاة المغرب. سجدة طويلة. بلبيك اللهم لبيك. سجدة طويلة بيارب أن لا تخرجني من هذا اليوم. إلا وقد غفرت لي. إلا وقد أتيتني. إلا وقد عفوت عني. إلا وقد دلعتني أنا وأولادي زمرة إلى الجنة. أدعو الله سبحانه وتعالى. أني أجعل هذا اليوم في مزان حسناك. وأنا بقول لكم حاجات عريضة. أنتم ممكن تبدعوا وتختاروا حاجات تانية. وكلمونا. أو بعتلنا. وإحنا إن شاء الله نرد عليكم. ونفتكركم إن شاء الله. كل اللي بتفرج على برنامجنا. اوعي. أدعي ومعرفة. وارجعي تاني للوصايا. اللي إحنا قلنا عليها. أدعو الله سبحانه وتعالى. أني إحنا نكون وفينا. ولو جزء بسيط. فضل سنة للعيد. سنة للعيد طبعا الصبح. إحنا بنبلس طبعا الجديد. بنروح مكبرين. بنبلس في طريق. ونرجع في طريق. طبعا غس العيد. يا بليل يا إما الصبح. إذا ما أنتم عايزيني. التكبير طبعا. الله أكبر الله أكبر. لا إلهي. لا الله أكبر. الله أكبر. لا الحمد. ونروح من طريق. ونرجع من طريق السنة. إن أنا آكل بعد إيه. إن أنا آكل بعد الصلاة. أما كان في العيد الصغير. كنت باكر قبل الصلاة. فإحنا إن شاء الله بإذن الله. يعني نحاول على قدر الإمكان. نعمل الحاجات دي التهنيئة طبعا. تقبل الله مننا ومنكم. الأطحية وجمال الأطحية. وإزاي أن هم يشاركوا في توزيع الحاجات للفقراء. حاجة جميلة جدا جدا. التقوص بتاعة يوم النحن. أدعو الله سبحانه وتعالى. يمن علينا وعليكم. إن يبقى يوم عارفة في مزان حسناتنا وحسناتكم. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. وناخد أول اتصال. طيب. طيب هناخد أسئلة. إحنا معنا أسئلة جماعة. عندنا مجموعة من الأسئلة القصيرة. يعني إيه نبتدوا بيها كده. طيب. السلام عليكم يا دكتورة. أنا ابني عصبي جدا. أنا عايزة أتعامل معاه بهدوء. وعرافة صحي من الغلط. بس هو عصب لدرجة أنه بيصرخ. وبحس أنه ممكن يجراله حاجة. هو عندي أربع سنين ونص. وهو ما كانش بيتكلم لحد ثلاث سنين. وخالص. وهو خلاف. آه تمام. طيب بصوا يا جماعة. أربع سنين ونص. بيبقى يعني المرحلة بتاعة التمرد. زي ما قلنا مش تمرد قوي. يعني هناك مرحلة إثبات الزات. وأنا منفصل. عن أنك انت تأكليني وانت تشربيني وأنا كده. موضوع بقى أنه هو يفضل يصرخ يصرخ. لحد الصراخ يعني برضو كان فيه أكتر من مشكلة. مش هابها تقولك إيه. البنت بتعملي نوع من أنواع. يعني الهساعة بتجيب لي عصبية. لا بعرفش أنجز حاجة. لأن عيادها بيعملي نوع من أنواع العصبية. فالحاجة اللي في إيدي تتكسر. الحاجة ببوز من كتر عياد. هو في السن دوت. بيبقى محتاج إيه. بيبقى محتاج أمر أنت منتش منتبهة ليه. إيه الحوار؟ إن أنا أولا أفصل. أفصل إزاي؟ بصي معايا الحاجة اللي عملالك دي. بمسك إيد الولد كده أو إيد البنت وارفحها فوق. ماشي؟ وارفحها فوق. أو إن أنا شاور على أي حاجة فوق. بس ده سنة ثلاث سنين أربع سنين. بيبقى إيه كبر وفهم الله. بأنت بتعملي إيه؟ أي حاجة فوق بخلي هو ينتبه لها. حاجة بالدور. حاجة حمراء. حاجة صفر. أي حاجة. أو أنتبه له لأي حاجة. حاجة المم هو ينظر بعينه إلى الأعلى. الأمر ده بيعمل إيه؟ بيفصل الحالة العقلية في دماغه. وبيلغبة تفصل المخ. وبيجيب اليمين على الشمال والشمال على اليمين. أو بمسك إيديه وديدي طريقة مجربة. وعمل ليه حاجة من الحاجات فعلا. بمسك إيديه كده بالراحة. بمسكش إيديه جامد وهزه. بمسكه بالراحة كده. وابتدي أرفع إيديه. وابتدي إيديه. ده جيب الإيدي اليمين على الشمال والشمال على اليمين. تمام؟ معي. أنا هو إيده هو وإيده هو. هم كانوا كده وأنا جبتهم كده. وبعدين إيه؟ أفضل بالراحة كده إيه؟ أطلحها ونزلها بحيث أن أنا أفصل حالة العياض. وكده أقول له أنت باهل. أنت بتعيط ليه؟ طب أنت عاوز إيه؟ أسمع منه هو عايز إيه؟ ما يمكن هو مش عارف يعبر. أصبر وأفضل منه وأسمع منه. إزاي ممكن يعبر عن حاله؟ وأنا قلت لك من سنة ثلاث سنين. إحنا بنتدي نعمل نوع من أنواع مصرح الكلام. المصرح ده بتبقى إن شاء الله حتى كرسي يعني كده يقفوا عليه. أنت بتدي تكلم أو على ترابسة الأنتري أو على الأنتريزة نفسه. اتفضل كده وخد المايك. أي مايك. أي مايك بيتجاب يعني رخيص أو ألم. خد أي حاجة. عمليها كأنه شكله مايك. اتفضل عبر وقول أنت عايز تعمليه. بيعلم الإبن الجرأة في الكلام. وأنه هو إزاي فعلا يطلع مشاعره. ويقول ووصف له وسعده في التوصيف. لما حصل واخوك خبط. كنت متدايق ولا كنت متألم عشان الخبطة ولا كنت زعلان. هيقولك التلاتة مثلا. أنا كنت التلاتة. المهم هو فهم أني فيه شعور مختلف. ادي خلاف الألم خلاف أن أنا كنت زعلان. تمام؟ متدايق متدايق من أخي. أنا بعلمه إزاي يعبر على المشاعر. موضوع بيفضل دايما يا عاتة ديني قلتهولك. أما العصبية. لازم أنا أولا اللي أتعلم أكون هادية. ودي على فكرة السمة في الفترة الأولانية لكل الأمات. أرجوكم. أرجوكم حولهم بكل ما قطيتهم من قوة ومن عزم ومن نوايا. أن أنا أفضل مع أولادي في حال من الهدوء. الكلام ذات نفسه يبقى هادية. إيه لازمتها الغضب؟ ولو في عندك عامل في البيت. الأب العم الخال. أي حد موجود عندك في البيت. صاحب شخصية عصبية أو بيتنرفز. يعني جدا نلاقي حاجات كتير. الأب مثلا بيتخاء. طب أنت بتزعق ليه دلوقتي؟ يعني هي البنات بتكلموا بطريقة ما. أنت ليه بتزعق؟ من فضلك وطي صوت. حاول وصل اللي أنت عايزه بطريقة أكثر هدوء. لكن أنا بزعق. والعيال بزعق. والدنيا كزا ما هامره طبيعا يبقى عصبي. وما هوش عارف يطلع اللي جوافة بيبكي. يبقى أول حاجة بعرف. وبسكت صوته إزاي بالطريقتين الجمال اللي أنا قلت لك عليهم. وبعدين بمنع المسير الخارجي أي أن كان هو مين الأب أو الأم من فضلكم. ممنوع الكلام بصوت عالي قدام الأولاد. عايز تطلب أطلب بهدوء. جرب الأمور دي تتابع معايا تاني. وقوليلي هل فعلا الأمر تمت تدريب عليه وجبتي نتيجة. ولما كانش كده أقولي وإحنا نقولك حاجات تاني.